السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد غان شارك معكم في هاد الحليوة اللي كجي رائع والديدة وعقل عليها من صغر ديالنا بالنسبة للمقادير غاني نحتاجو اربعة ديال البيضات بحرارة المطبخ بالنسبة للخمارات عدنا اربعة ديال الخمارات عدنا قشور ديال برتقالة يعني مبشرنا برتقال واخدنا غير قشور ديالها قبصة ديال الملح فاني إلا ما عندكم شسائل ستعملوا صاشية ديال فاني عدنا جوج كسان ديال سكر ساني دا جوج كسان ديال الزيت وعدنا معلقة ديال النشاء هو ماي زينا اللي كتعطي له هاد الحلوة واحد الهاشاشة وواحد طعب الديد وهاد ماي زينا هي السير في الهاشاشة ديال هاد الحلوة كتجير طبا وكتدوب في الفم ناخدو طريقة ديال التحضير بالنسبة هنا وضعت الاربعة ديال البيضات غادي نضيف وقبصة ديال الملح ماي ما بنش من لكم وتقدر تباليكم من بعد غادي نضير وربعة ديال الكسان ديال السكر ساني دا من الاحسن انا كنت تكون ديك ساني دا لشوية الحبات ديال هرقاق بغيتوا تحركوا ببيديكم يعني هي لاتخدمات باليد حسن بغيتوا تخدموا بطرر باليد دا ويما كان حتى مشكل هنا يا غادي نطرب مزيان حتى كنحس بدك السكر ساني دا بدك يدوب معايا وفي نفس الوقت وانا كنحرك غادي نضيف قبصة ديال الملح ما تنسوهاش هي كتعطي ضروري في ديال الحلوة يعني عندكم تنسوها بعد المرة سرع مني كنحط المقادر ضروري ما كنسوشي حاجة ضروري ما فيها لا أدراه الكلام وفاصلت في الكيكة غادي نضيفوا لكها ديال فاني الى كيف مكتليكم ما توفرش عندكم فاني سائل ديروا صاشية ديال فاني غادي نضيفوا الزيت النباسية 4 ديال كيسان بالنسبة الكيسان القياس اللي عبرته زيما الكاس اه دل العنبه ولا الكاس اللي كتشربوا به جاي مهم نفس الكاس اللي كتعبروا به الزيت ولكتعبروا به السكر ساني دا غادي نطرب بيديم زيان حتى الجنس لعناصر مع بعضيات كيف ما غادي تشوفوا معايا وضروري يعني حتى كتحسي بدك سكرسة نيدة بدك يدوب هنيا غادي نضيف الناشا ملعقة كبيرة ديال الناشا غادي نضيف مبرشور ديال بورتقالة هاد المبرشور ديال بورتقالة كيتواتى مع الفاني وكيعطيها واحد ماداق رائع والديد يعني هاد الحلوة صراحة عقلين يعني هامني كنا صغار يعني كانوا كيصيبوها الواليدين ديالنا ديك ساعة ما كانش هاد الانواع ديال الحلوات ولكن وخاها كك ما كنقدروش نستخنو عليها هي وريش بونبي يعني مميزين والحاجة ديال الصغر سبحالله العظيم كتكون بقي عقل عليها وخاك نكبرو وكنش هوا وخاك غادي نضيروا ربعة ديال الخمارات كيف ما شوفوا معايا سبعة جرام وليس منية جرام على حسب صار شي ايش حال فيها مهم هنا يكن استعمار بعد ديال الخمارات وصراحة هاد الحلوة كتعطى كيميا كتيرة يعني اه تبارك الله كتعطى واحد الكيميا وفيرة كتقاد لك وخاك تشوفيها طاوة مني كتقطعيها وديك شي تبارك الله كتعطى واحد الكيميا لا بأس بيها يعني خصوصا الوليدات هكا اللي كيبغيوا الحلويات ودك شي ولا يبغيوا يديهم كا اه يعني الصراحة واحد الحلوة اللي زوينا وحنا يموالفين بالحلوة ودوازاتي وما كنقدروش نستغنوا عليه يعني في ذاك العاصر ضروري كتبغيش حاجة حلوة ضروري احنا المغاربة معروفين هنا كيف ما شوفتوا غني نخلط المقدار جيدا بالنسبة للطحين كيف ما غني نقول لكم غني تغرب لهم من قبل والطحين غني يكون على حسب اه اه على حسب الطحين كين الطحين اللي يضغيه كيشرب وكين الطحين اللي اللي كتحتاج يوحد الكمية كتر بالنسبة للقوام ديالها يعني ما تكونش جرية ما تكونش قاصحة بالزاف يعني ما كتبغيش انها تكون قاصحة يعني رطبة وفي نفس الوقت اه باش ما كان ما تقصحيهاش هنا يا بالنسبة انا يا غادي نخلط اه مضيفة وكتضيف الطحين تدريجيا يعني انتي كتخلطيها وانتي كتضيف الطحين تدريجيا هكذا باش ما تقصحش ليك الحلوة يعني هي كتبغي واحد القياس ديال الطحين بالضبط يعني ما تكون زيدش بزاف وما يكونش نقص بزاف وخاتي تشوفوها هكذا كيجيب حل كيكا وهي متماسيكة ممعجناش يعني متماسيكة تقريبا وكتجير طباول ديالة وكتدوب صراحة في الفم زوينة زي ما وحد الماداقة اللي كيكون فيها رائع كيف ما كتشوفو معايير انا كنضيف الطحين تدريجيا وفي نفس الوقت اه باش انا يناح تصل على القوام اللي يناسب هاد الحلوة ديالي انا ما قطعت لكمش المقادر هكذا اخليسكم باش تشوفون الطريقة كاملها اه من بعد غادي نقصم هاد الحلوة اه ضروري العجينة تقسموها على جوج هانتو ما شوشتو اهنا را باقة كتلسق المهم انها مني كتتحركي العجينة ما خاصاش تكون تكتلسق لك في ديكتك سع صفي كتتكوني ستتعرفي انا القوام ديرها صافي راه باركا اهنا يرا جمعت هانتو ما جمعت اللولة ثانية خليسة شوية جارية يعني حيث مني قسمت مني شته بده صفي كتجمع قسمت على جوج النص خليتو صفي اه القوام دياله هادك النص شوية بقي خليشو جاري اه زدليه الكاكاو لان انا عارفة ان الكاكاو مني غادي نزيد وغادي زيدي يخلي العجينة انها غادي تتماسك يعني ضروري انتو ما منين تشوفوا ان العجينة بدات كتتجمع كتقسمو على جوج النص كتزيدو ليه الطحين باش كي يتماسك ونص لاخور كتزيدو ليه الكاكاو هكذا باش يتماسك تهوى بالنسبة الكاكاو راه جوج صاشيات ديال الكاكاو كافيين وكي اللي كي يبغي يكون اللون ديالها غامق يقدر يزيد على القياس اللي بغا هو هانتو ما كيفما شتور قوام ديالها رهارطبا هنا كيفما شتور طربعة ديال الكوارات النصحة اللي غادي نصحكم انكم منين تغير تبغي تسرحوها غادي نخدوا طبعا وهد داوة اللي غادي نوضعوها في ها ديال الفران على حساب الفران لي عندكم ديال الدولة ديال ديال الغاز غادي تشدو الطاوة غادي تدهنوها بزيت نباتية كيفما غادي تشوفوا معايا هكذا النصيح اللي غادي نصحكم منين غادي تبغي وتلقوا العجينة ديكم حيث بطبعة الحكة نطلقوها باليد الغلط اللي ما نبغيكم مش تديرو انكم تصرحوها كلها يعني بطبعة الحكة حيث حنا بغينا كلها طباقة غادي تكون فلون ما غاديش نصرحوها بحال هكا كلها شتو إذا سرحتو لولا كلها بحال هكا مني غادي تبغيو تديرو فوق منها الخورة ما غاديش تبغي يسميشوها هذا هو القياس اللي غادي تديرو يعني أنا أنا تعمت أني نوريكم طريقة باش هكذا ما تزرفوش يعني كتديرو هكا في هاد القياس وحدة فوق وحدة فوق وحدة عن من بعد غادي تضغطو عليهم باش غادي يكونوا في ذاك الشكل اللي بغيتوا أنهم يكونوا مربعين يجيوا على 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 العرض ديال طاوى ديالكم شتو غادي مقن نصرح لغيبي الدية ومن بعدها ما غاديش نخليو دوكلة راس ديال الصباح بطبيعة الحال غي إنما هانتو ما كيفي ما شوشتو غادي ناخدها على الشكل ديال الطاوى غي إنما إلا من اللول سرحتوها هكا مني غادي تبغيو تسرحو الأخرى اللي فوق منها غادي تبقى واحلين بطبيعة الحال ضروري كان غادي نتقبها بهذا ولا بدك العود أي عود عندكم المهم غادي تقبوها شوية لأنه باش ما تنفخش باش ما تنفخش غادي نتقبوها هكذا وغادي نديروها في الفران على درجة حرارة بيو تمين درج وغادي نتقبوها بشكل طياب ديال الكيكا يعني غادي تطيب من التحت غادي تديروها الفوق غادي تطيب من التحت كذلك تحسو الطيب ديالها طلع مزيان غادي تهبطوها لتحت باش تحمر من الفوق غادي نحتاجوا لها الكوك اللي يكون المهم الكوك على حسب النوعية اللي عندكم ديال نديرو نوعية جيدة كيكا نجبدو الطوا ديالنا في الفران هانتو ما وخاتبا لكم هكا راهم حمرة من التحت راهم حمرة وتاب الفقرة تحمرات غادي نناخدها وهي باقة سخونة كندهن لها الكونفيتور كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي ندهن الواجهة كل هديالها بالكونفيتور ومن بعد غادي نزينها بالكوكرا كي يجي واحد طعم واحد الماضق فيها منعوت لكم اعطتكم جميع النصائح اللي تقدر انكم تصدق معكم مئة في المئة الى تبعتوا الطريقة كونوا متأكدين انها غادي جيكم ناجحة من اول تشريبها صراحة كتستهل انها تكون تجربوها كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم وتجربوها وتشركوها مع الاصدقاء ديالكم علشالله يعني صراحة كجيل ديدة ورائعة كيف ما شفتوا معايا هنا يدهنت لها الواجهة ديالها كيف ما كلكم الطوابق يالله كتخرجوها سخونة من الفران هكذا باش كتشرب دا كلكم فيتور وكيعطيها واحد الدازوينة التهية هانتم ما شفتوا رد هنت الواجهة كامل هاليالها لكم فيتور ومن بعد غادي نزينها بالكوك بالنسبة لطريقة ديال تقطعك تبقى اختيارية لكم بغيتوا تقطعوها مربعة مرحبا بغيتوا تقطعوها مستطيلات بغيتوا تقطعوها على الشكل اللي انا غادي تشوفوني قطعتها عليه ما كنت مشكل يعني كيبقى شكل ديال تقطع اختياري لكم اما هانتم كيف ما كتشوفوا ربقة سخونة ربقة يدخاخن كيطلعوا منها هكذا تعملت اننا نورها عليكم هكذا باش باش تنجح معكم الطريقة مئة في المئة هنية كيف ما شفتونا غنزينها بالكوك وهدي الحليوات كيعجبولولوليدات الصغار صراحة احنا وليدتنا والفبل الهلاوي وحسن من بسكويت ديال الزنقارة بعد المرس ما كنعرفوش قاع عشنو كنو كنو كلو ولادنا اه كيكونو فيهم مواد حافظة كيكونو زايد فيهم بزاف ديال المواد اللي مشي صحية لوليدات ديالنا اه هادي حليوة كتصيبها في المنزل ديال كعارفة عشنو كنو كولتو وليداتك وكل شي اه هانتم ما شوش كل اللي كتجي فيه كتجي رائعة صراحة وهناي بالنسبة كيفما يمكن لكم تقطع يمكن لكم طريقة تقطعوها على الشكل اللي يبغيسوا يمكن لكم تخليواها غامور باعات مستطيلات المهم أنا درتها على شكل هكا جي بحل معينة المهم كيبقى شكل اختياري لكم صراحة المهم أنه هو في الماداق الماداق رائع ولديد ما نعودش لكم عليها نتمنى أنها تتجربوها وتنال الإعجاب وشاركوها مع الأصدقاء ديلكم ونتمنى أنكم تخليوا لي تعليق ديلكم الزوينة اللي كنقرأها كلها وكنجاوبكم عليها وأي تساؤل وأي استفسار خليوا ليه كومنتار وأنا نجاوبكم عليه وإلا بغيتوا شي حلوة وحدة أخرى وبغيتوا نشاركها معكم ما كان حتى مشكل وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليس لكم كل جديد ما بقى لي إلا نقول لكم إلى السلام عليكم إلى لقاء في فيديو جديد إن شاء الله وغنخليكم مع الطريقة حتى تشوفوها منين أنا يكا تنسى لي هادارة كنديروها مباشرة في اللي بوات اللي غادي سبعوت أنكم تحتافظوا بها يمكن لك تحتافظ بها دبا في البرد كان حتفن بها في خارج بغيتوا تحتافظوا بها بتفتلاجة يمكن لكم تحتافظوا بها بتلاجة كتبقى مدة طويلة ها أنتم مشتوش شكل ديالها وذلك الطبقات كيجيو واضحين وكتجي شيشة ولديدة وكتجيب ماداق الرشبوند يعني ذلك الماداق ديال الرشبوند للناس اللي كتعيشبوند رأس قريبا نفس الماداق ما بقى لي نقول لكم السلام عليكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله